12 اتفاقية تتعلق بمذكرات تفاهم ونظام أساسي بين حكومة الكويت وحكومات دول شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية أقرها مجلس الأمة بمداولتين بعد أن أعدت لجنة الشؤون الخارجية تقاريرها وأحالتها إلى المجلس الذي صوت عليها بالموافقة الحضور 49 موافقة 34 عدم موافقة 15 إذا موافقة وتحال المشاريع بغوانين إلى الحكومة المجلس قرر بتصويته فصل تقارير اللجنة حول الهيئة الاقتصادية لمجلس التعاون واتفاقية الناتو والتعاون القضائي مع جمهورية مصر والتبادل الضريبي مع تركيا قرر فصلها لتناقش لوحدها لوجود ملاحظات وتحفظات نيابية سجل تحفظي على ما ورد بأن إلزامية الذهاب إلى الهيئة من مواطنين مجلس التعاون وعدم إتاحة الفرصة أن يكون هناك خيار للذهاب للهيئة وللقضاء الوطني هذا تحفظي بهذه لدي تحفظ على التقرير السابع وهو تقرير يكرس الاستعانة بالقضاء والمستشارين من جمهورية مصر الشقيقة بل ويزيد صلاحية أخرى باختيار القاضي المصري بالاسم يعني حتى مو زودونا بما يسد النقص لا نبي فلان وفلان وفلان لذلك أنا تحفظ بقوة على التقرير السابع انطلاقا من المبدأ الذي أظن أيضا سيد وزير عدل إن شاء الله يتفق معنا به وهو تكويت القضاء الوطني تحقيقا للسيادة المحلية على هذا القطاع الهام تم دعوة وزارة الخارجية وتم دعوة كل الأخوان اللي لهم ملاحظات على الاتفاقية مع الناتو وتم إضاح كل النقاط اللي أثيرت في الجلسة اتفاقيات والتزامات وتعهدات دولية بحثتها اللجنة على مدى دور عقاد كامل أنجز المجلس منها ما هو على بند العاجل قبل الدخول في العطلة البرلمانية لتلفزيون المجلس أحمد الشمري